الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن شاء الله نتكلم في هذه الدقائق عن قصة الوط ولكن نتكلم عن أبعاد تربوية متعلقة بقصة الوط الذي دفعنا للكلام في هذا الموضوع هو ما تمر به العالم وتمر به أمة الإسلام خاصة في هذه الأيام من محاولة فرض هذه الفاحشة العظيمة على جميع العالم وأن يتقبلها العالم وأن يشرعنوها للناس بل يفرضوها عليهم فردا ويفرضوا قبولها على العالم فردا وده أمر واضح جدا جدا وما أولاد المسلمين من ذلك ببعيد يعني النهاردة الوسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها السوشيال ميديا وانتشاره الأفلام الكارتون وتناولها لهذا الأمر الدراما وتناولها لهذا الأمر حتى لعب القرى وتناولها لفرض الشيطات على العالم وقبول الشواز كأنهم ناس طبيعيون في أوساطنا كل ذلك مما يعني يمثل ضغطا على المجتمع المسلم أنا عشان ما تقولش في المقدمة والواقع يفرض نفسه علينا أنا هتكلم عن بعض الأبعاد التربوية المتعلقة بقصة لوت عليه السلام لمعالجة هذا الأمر أول حاجة من الأبعاد التربوية هو التربية بالقصة يعني معالجة هذا الأمر بأن نربي أولادنا ونعملهم حالة من الوقاية من هذا الأمر من خلال قصة لوت نفسها وذكرها عليهم والتربية بالقصة ده من أهم الأساليب التربوية في تربية النشأ وغرص القيم وبناء الأخلاق ونحو ذلك طيب هي قصة لوت عليه السلام تنفع تتحكى للأولاد آه تنفع تتحكى للأولاد طيب سن كام مع كل مراحلة عمرية يعني تنفع مع ابتدائي وتنفع مع عداد وتنفع مع سانو من باب أولى وده ألفاظ قرآنية وده ميزة اللفظ القرآني أن اللفظ القرآني يحكى ويقص بدون أي حرش يعني بدون ما يكون عندنا ما تبقاش عندك يعني شوف لوت عليه السلام أتأتونا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إيه المشكلة ما نقوله اللفظ ده لأي حد طيب هنحكيها إزاي مع الأولاد الصغيرين اللي هما في مرحلة ابتدائية هنحكيها بطريقة تتناسب مع مستواهم ومع فكرهم يعني نقول مثلا ينفع رجل يتزوج رجل طبيعا أنه هيقول لا هنقول فيه ناس عملوا كده وممكن يتحكوا ويهزروا ويبقى فيه نوع من الديحك بس يوصلوا في الآخر خالص أن دول عملوا حاجة غلط والغلط بتاعهم كبير جدا وأن دول خلف الفطرة أن ربنا بيخلق كل الناس من زوجين سنين زكر وأنسة والطبيعي أن الزكر يتزوج الأنسة والأنسة تزوج الزكر أن غير كده دانتكاس الفطر ما بيعملاش حتى الحيوانات ما بتعملاش إلا الحيوانات اللي تنتكس في فطرتها برضو الأمر ده هيوصل للولد أي أن كان السن وأنا هنرفع لكم يعني رابط نموذج للأستاذ نادر السكة وهو عمل قصة لوط يخطب بها الأولاد الصغيرين في مرحلة ابتدائية وكان الطرقة بتاعته سهلة جدا نسمعها نتعلم منها إزاي نحكيها مع أولادنا ويفضل وإحنا بنحكيها نمسك المصحف ونقرأ الآيات من المصحف كلها واقع على النفس الأولاد أقوى وأشد فده أول بعد طربوية عندي وهو بعد التعليم بالكصة ومعالجة هذه المشكلة من بهذه الوسيلة الطربوية وهي قص قصة لوط عليه السلام على الأولاد البعد الطربوية الثاني مخاطبة لوط عليه السلام لفطرة قومة مشكلة الشذوذ أنه هو بيحتس نوع من الانتكاس في الفطر وده أسوأ الأشياء اللي ممكن نواجهها في الشهوات أن فطرة الأولاد عندها تنتكس فطرة الإنسان تنتكس لما تنتكس هيقبل أي شيء فهتيجي تقول له على الباطل باطل هو معادش شايفه باطل هتيجي تقول له على أن ده ما ينفعش أن ده حرام أن ده لا يجوز هو أسنى الرد هذا الأمر لوط عليه السلام خاطب فيهم تلك الفطر يقول لهم أنتم خالفتوا الفطرة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم نتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم عادون تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وتظرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون خلق الله لكم من أزواجكم ولاحظ كنا أتأتون الفاحشة ده فعل وتظرون العكس تكرار هنا وتظرون ما خلق يبقى اللي خلق من ربنا لكم ربكم خلق لكم من أزواجكم الأنثى بل أنتم قومون عادون معتدون في فعلكم خلفت الفطرة انتكس الفطرتكم والشيء المهم جدا في القصر القرآني هو فطرية الخطاب القرآني خطاب القرآن نفسه يخطب الفطرة ليه؟ لأن ده كلام الله عز وجل والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم حقيقته ويعلم أساسيات تكوينه البشري كما قال عز وجل لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فدي مسألة مهمة جدا وإحنا منعالج المشكلة دي لابد أن نحافظ من أول الأشياء التي نحافظ بها على أبنائنا أن نحافظ على فطراتهم التي خلقوا عليها خلق الزكر زكر ويربع لأنه زكر ويربع على الرجولة وأن هذا أمر لا يقبل وأن الولد الشازي ده حاجة مستقبحة وحاجة مستنقرة والمجتمع شوف يبصله إزاي وتربع عن معاني الرجولة ما يبقاش راجل وتربع في مجتمع إناس لا ويبقى عنده نوع من الأنوسة والعكس البنت تتربع الأنوسة ومعاني الأنوسة سواء بقى في الخطاب سواء في الكلاب في التسمي في الألعاب الأمور دي مهمة جدا 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 أن نحافظ بها على فطرة البنات وفطرة الأولاد من ذلك الله عجل أن الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله متشبهنا من الرجال بالنساء ولعن الله متشبهنا من النساء بالرجال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء أخرجوهم من دياركم كما قال الأنوسة والسلام كما في الصحيح أخرجوهم من دياركم ابعدوهم ليلة نصح الطبع يسري ودول لو يسببوا في المجتمعات بيفسدوا المجتمع ده كل ده حفاظ من الشرع على فطرية الأولاد والبنات وده أمر طربوي مهم جدا جدا وأن نحافظ على فطرية أولادنا من خلال الوسائل التربوية وتنمية هذه الفطرة فيه الأمر الثاني أو البعد الثاني من قصة لوط عليه السلام إن لوط عليه السلام كان غريبا في قومه يعني لوط لم يكن من قوم لوط لم يكن من كرة سدوم لوط ده أساسا كان من بابل العراق من قوم إبراهيم عليه السلام يعني يقال إنه كان ابن عم إبراهيم عليه السلام أو ابن أخيه أو أنه كان من أحد تلاميذه أو كان تلميزا له وآمن فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيه الله عز وجل بعد أن نجي الله إبراهيم هاجر إبراهيم ولوط وصار إلى الأرض المقدسة ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل لوطا إلى كرة سدوم وهي مكان في الأردن الآن طيب هو ولوط عليه السلام منهم لا مش منهم طيب لما أنكر الفاحشة دي كان أنكر دي فاحشة صغيرة ولا فاحشة كعظيمة كان الفاحشة عظيمة استشرط فيهم حتى كانوا يأتونها في ناديهم وتأتون في ناديكم المنكر أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون كل المجتمع بقى كده طيب لوط عليه السلام لما أنكر عليهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ألا لط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون دي مشكلتهم طيب لوط عليه السلام لما وجد هذا التهديد منهم والبلك كلها الأعداد الغفيرة اللي موجده كلها أصبحت تتقبل هذا الأمر بقى في قبول مجتمعي لهذا الأمر وتسليم له وكانه حق لهم طيب لوط عليه السلام اتغير لا كان ثابت ثابت على موقفه ثابت على وصفه على ذمه لهذه الفاحشة ثابت على شدة وصفه لذلك المنكر وكرهه له لما قالوا له إن لم تنتهي يا لط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين يعني كالرد عليهم كده أنا كاره لعملكم من القالين يعني من الكارهين واشتد إنكاره عليهم واستمر في ذلك الوصف يعني لط عليه السلام لم يرضخ للمجتمع ودي مسألة مهمة جدا محتاجين نربع عليها أولادنا اللي هو السبات على قيمنا الأخلاقية مهما تغير المجتمع من حولك وده اللي يفعله لط مسألة المرجعية في القيمة الأخلاقية المرجعية في المعتقد المرجعية في الحلال والحرام لابد أن يثبت المرجعية الإسلامية للقيمة الأخلاقية عند أبنائنا فيبقى ما نقبله ما قبله الشرع وما نرفضه ما رفضه الشرع مهما العالم يتغير من حولين مننا السبات على هذا الأمر والأمر ده نقعد نقولهم كده شوف لط عليه السلام يقول له وحده وفص القوم وهم ضغطوا عليه وهيعزبوه وهيخرجوه ولط عليه السلام تغير يقول له لا ما تغيرش ثابت أيها ثابت ليه؟ لأن الفطرة ده شريعة ربنا ده دينا ما ينفعش يتنزل عنه والأمر ده تاني بعد الثبات على القيم على المرجعية الإسلامية للقيم الإخلاقية مهما تغير المجتمع من حولنا أمره ده احنا محتاجينو احنا كمربين لا نقبل بضغط المجتمع يعني شوف المجتمع كله ضغط علينا علشان عدم استخدام اللفظ لفظه الشيزوز الشيزوز ده يعني ايه؟ يعني واحد شاسد عن الفطرة مخلف للفطرة طب هو لما تقول الشيزوز يقول لك ده تمرد دي عنصرية الناس اللي هم حق لابد أن نقبل حقوقهم والعالم كله عمال ييجي وراء بعضه يقبل الحقوق حتى ممكن تلاقي بعض الوزراء في بعض الدول عندهم نوع من الشيزوز ومتجوز وحي الصحب وعاد وعاقم وبعض الكنائس في الغرب قابلت بحق زواج المثليين ونحو ذلك ماينفعش احنا نخضع لذلك ماينفعش نغير حتى في الألفاظ نروح ان احنا نستخدم لفظه المثليين ماينفعش فالأمر ده محتاجين ان احنا البعد التربوي ده محتاجين ان احنا نأكد عليه لنا كمرجعية لنا كمربين وليه ابنائنا التربية على السوابط والقام الاخلاقية للإسلام ومهما حدث مايبقاش عندها نوع من التنازل في الألفاظ حتى مجرد تلاعب في الألفاظ لا نقبلها من الأبعاد التربوية المهمة جدا في قصة لوت عاقبة الفاحشة ولذلك احنا نلاقي مواطن كتير جدا في القرآن الكرة الزكرة فيها قصة لوت رب ميزكوا الله عزيز لتفاصيل القصة ولا تفاصيل ما كانوا يفعلونه يعني ما قالش جابش سيرت انهم كانوا يأتون الزكرة من العالمين وانو الزكرة بيأتي الزكرة ما جابش يعني مثلا ما تليجي صورة الصفات والزاريات وان في الصفات وان لوت اللي من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون دا كان خطاب لقوم القريش أنهم في رحلتهم إلى الشام وفي رجوعهم يمرون على قرص هدوم صباحا ومساء أفلا تعقلون وتعتبرون بهم فده المسألة مهمة جدا أننا نعتبر بعاقبة من سبق عاقبة الفواحش نربع أولادنا على جدا أن الفواحش لها عواقب عظيمة جدا وأننا لابد أننا نحضر هذه العواقب العواقب دي بيكون في الدنيا والعواقب دي بيكون في الآخرة وذلك الله عز وجل ذكر لم يذكر هنا غير أنهم وأنكم لتمرون عليهم مصبحين للاعتبار في صورة الزاريات قال الله عز وجل قال فما خبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين ده كلام الله عز وجل يحكي هنا ما حدث ابراهيم عليه السلام مع الملائكة لما أتوه فما خبكم أيها المرسلون ابراهيم عليه السلام قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مساومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وهنا لم يسكر الله عز وجل تفاصيل فعلاتهم وإنما ذكروا لنا هنا العاقبة عاقبة الفحش وفي صورة القمر نفس الكلام لم يسكر الله عز وجل غير العاقبة عليهم أنا مهم جدا جدا إننا دايما في خطاب الطربوي ومن الأبعاد الطربوي المهمة هنا التخويف من عقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة في الدنيا ما حدث لهم من العذاب أن الله عز وجل يعقل إذا عمت الفاحشة في القوم عجل الله عز وجل لهم العقوبة في الدنيا فلا بد أن نحذر من ذلك وفي الآخرة ما قالهم إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام هذا هو التحذير من الفاحشة وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا والله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين منهم عز وجل أليم في الدنيا والآخرة هنا التحذير من العقوبة الفاحشة بعد مهم جدا في العملات التربوية لابد أن نغفر عليه وعن والربط بالآخرة والربط بالله عز وجل والنار عز وجل قادر على أن يأخذ هؤلاء الناس جميعا وضرب المثال بذلك والتحذير من الآخرة والخوف من النار ده بعد تربوي لابد أن ننتبه إليه من الأبعاد التربوية المهمة جدا في قصة لوت هو الإصراف أن من أسباب انتشار هذه الفاحشة في قوم لوت الإصراف في الفواحش والمنكرات الإصراف في المعاصي كما قال الله عز وجل إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قومون مسرفون يعني إيه مسرفون الإصراف ده هو مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوع يعني أن أنت تعمل عمل معين في نوع معين تقوم تتجاوز مقدار أمثاله إصراف زياد عن الحد فهم هنا مسرفون في الباطل والزرم بل أنتم قومون إيه مسرفون ابن عشور وضح هذا المعنى في كلام الله في التحرير والتنوير في تفسيره فقال ووصفهم بالإصراف بالطريق الجملة الإسمية بل أنتم قومون مسرفون أدل على السبات سباتون في الإصراف أي أنتم قومون تمكن منهم الإصراف في الشهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سائموا لما سائموا الشهوات المعتادة قال وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات يعني ده شأن الاسترسال في الشهوات حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء كما قال عجل بل أنتم قومون عادون يعني متجاوزون للحد المعنى المهم اللي هنا البعد اللي طربوا اللي هنا أن التساهل في بعض المعاصي والذنوب والاسترسال في هذه المعاصي والذنوب خاصة في جانب الجنس والإباحيات والشهوات الاسترسال فيه والتساهل فيه بيؤدي إلى تمس الفطرة بقول وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء يوصل لمرحلة أن لا يشفي شهوته شيء اللي بيوصل بالشزوز من ضن أسبابها التساهل في بداية الأمر يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يولا علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع نفرق بينهم في المضاجع عند سن كم عند سن عشر سنين عشر سنوات الأولاد عندهم شهوة عندهم بداية الشهوة بلغوا لا ما بلغلوش بس عندهم قادروا معهم من الشهوة فرقوا بينهم في المضاجع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في سوب واحد وأن تفضي المرأة إلى المرأة في سوب واحد يعني يخشوا الاثنين يتغطوا بغطاء واحد وتتلامس الأعضاء ونحو ذلك فتسير الشهوات مما حذر منه الشرع دي حاجات تسدل الزرائع علشان التمادي في الحاجات دي غض البصر ومسألة الشهوات شوف يعني وكل المصايب مبدهة من النظر ولذلك قال الله عجلة حرم النظر يعني شوف في الزنا قال الله عجلة ولا تقربوا ليه الزنا إنه كان فاحشة أنه وقتا وساء سبيل ولا تقربوا لأن الأرب منه والاسترسال في القرب من الزنا سيقع في الزنا تب التمادي بقى في الإباحيات والنظر للإباحيات مشاهدة الإباحيات سيفضي إلى أنه لا يشفي لا يشفي لا تشفي شهوته أي شيء مما يقدم فيريد أن يأتي بالغريب هي دي بقى المشكلة وصل لمرحلة الولد نظر للحرام شاهد إباحيات استمنى وبعد الاستمناء مرس العادة السرية تبقوا عنده شهوة تبقوا خلاص زهق من موضوع استخدام العادة السرية والعادة السيئة والاستمناء ده ما عادش زهق عاوز يغير طب هو مش قادر يروح يتجوز فممكن يدور على الشهوز يدور على ولد مثله وهيلاقي اللي زيه ويروح في الأمر ده فكل ده من التساهل في الأمر ده فالأمر ده لابد إن احنا ناخذه في الاعتبار إن احنا بدايات الوقوع في الشهوات نكون منتبهين له وده وعدة طربة مهم جدا عندنا بل أنتم قوموا مسرفون إصرافهم في الزنوب والشهوات وما أدى بهم إلى قبول هذه الفحشة التي لا تقبلها الفطرة فلذلك لابد إن احنا من بدر كده مسألة النظر مسألة التفرج بين الأولاد في المضاجع مسألة إن الأولاد لا ينظر لعورة الرجل ولا مرأة لعورة المرأة يعني الأولاد عندنا في البيت ما ينفعش يروح في مثلا في مصيف أو في مكان وبعدين يغير قدام زميله ويشوفه عورته ويشوف عورتهم لا الأمر ده منهي ويخدحكته بورا البيت أو في أي مكان ممنوع ممنوع الولد يخش مع الولد في الحمام في البيت أو الأب يمقواه في الحمام ويصبح لابنه وصغير إن هو يدخل أو نحو ذلك مما يحدث الأمور دي ممنوعة الأمور دي من بدايات سد الزرائع والولد يتربع المعنى ده ويتربع إن محدش يشوف عورته ولا هو يشوف عورته حد الأمر ده مهم جدا الاتنين إخوات في بيت واحد ما ينفعش يغيره قدام بعض ملابسه ويشوفه عورب بعض دي معاني لو أدى أن نربي عليها أولادنا حتى نحذر من ذلك في هذه بعض الأبعاد التربوية المهمة التي نستخلصها من قصة لوط ونسأل الله عجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يهديهم لنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يحصن يطهر قلوبهم ويحصن فروجهم أكلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واجركم الله خير والسلام عليكم وحتى الله وبركاته